اشتركوا في القناة نحن من أنت نحن في الحقيقة مخلوقات مخلوقات مركبة خلقنا الله سبحانه وتعالى وصورنا وركبنا قال تعالى في أي صورة ما شاء ركبك نحن في الحقيقة أموات الآن نحي بإحياء الله لنا الآن اللحظة الآن لو تخلى الله عننا لتلاشينا هباء من ثورا وكنا في العدل سبحانه يقيمنا ويجمعنا ويحيينا ويطعمنا ويسقينا نحن عديد فقراء إلى الله العظيم تخيلوا يا أخواني أخواتي النظر الواحد من نظراتنا الصورة الواحدة المشهد الواحد كم فيه من الذرات لكي يتشكل هذا المشهد فيه مليارات الذرات وكل ذر من هذه الذرات بما تحتويه من نوات ومدارات وأفلاك كلها تحتاج إلى طاقة وإلى قوة وإلى جنب وإلى تنظيم وإلى ترتيب النظر الواحدة فقط كم فيها من أنعام وقوبة ومدد وكرم إلهي لك أنت فقط لتشاهد هذه النظر وهذه الصورة لذلك الله جل جلاله هو الأكرم كرمه لا ينقطع مدده لا ينقطع هذه فقط نظر واحدة تخيلوا بباقي النعم الله يملكنا الآن هو المالك الحقيقي لنا لذلك كان لزاما علينا أن نخلص له الحب ونخلص له الوفاة ونخلص له العهد الله أقرب إلينا مما نتوقع وأعظم وأعلى مما نتخيه الزمان مخلوق من مخلوقاته والمكان مخلوق من مخلوقاته والعدم المخلوق من مخلوقاته إذا علمنا الله سبحانه وتعالى أنه المحي فماذا نفهم؟ نفهم أننا الآن نحيا به سبحانه وأقسم ذو الله لو شاء الآن نسلب أرواحنا سبحانه وتعالى هي ملكة نحن كل يوم ننام ونموت الموت الصغرى وفي الصباح نقول الحمد لله الذي أحيانا الآن نحن أحياء بأمره يأذن لنا بالحياة هذا المخلوق الإنسان إذا اتصل بالملك الجبار صاره أعجوبة من العجائجة صارته خالدة أبدية في النعيم الأعظم في مقعد صدق عند مليك مقتدر يخلد ولا يموت أبد الآبدين في المقربين عند الله الحميد العزيز خالق الجمال والإحساس والإحسان الذي بيده خزائم ألوان السعادة والفرحة أي شرف وأي عز هذا العز وأي طموح وأي غاية أعظم وأعلى من هذه الغاية إذن هو الذي يستحق الشكر هو الذي يستحق الحب حقا يا أخو يطعمنا ويسقينا ويحفظنا ويحمينا ويأوينا يعلمنا بأن له الأسماء الحسنى كلها لماذا؟ حتى نحبه ونتعلق به حتى يرتفع عنا حجاب المادة ونرى الجمال الحقيقي لننظر إلى آلاء الله وأنعام الله التي حولنا نظرة الشاكرين لنتذكرها دائما لنستحضر هذه المعاني في قلوبنا دائما لننظر إلى إلى يد الله الكريم إلينا لننظر إلى الحقيقة كفان حجابا كفان بعدا كفان ماديات الماديات يا أخواني أخوات والله أهلكتنا ومنعتنا ومن انقطع عن الله بهذه الماديات وهذه الأشغال الدولوية وهذا الاستعجال والله مسكين انقطع عن الجمال الأعظم والخلود والنور الأكبر الله جل جل اللهم إني أشهدك أني أحبك اللهم فاكتبنا من أحبابك شكرا للمشاهدة 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 شكرا للمشاهدة